عاوز حضراتكم تركزوا وتشغلوا عقلكم في الجريمة اللي احنا جايبينها لحضراتكم من دولة الأردن النهاردة كل يوم بنجيب جريمة من دولة مختلفة ثم بنتشارك مع الأصدقاء والمتابعين عن دوافع هذه الجريمة إذ لم يكن لها معلومات متعلقة بخصوص دوافع الجريمة يعني بنحاول نتشارك كده مع بعضينا إيه أسباب هذه الجرائم النهاردة جريمة خطيرة جدا حدثت في قلب دولة الأردن الدوافع بتاعتها حتى اللحظة الراهنة لم تعلن بعد مطلوب من الأصدقاء والمتابعين عبر الكومنتات بتاعتهم أن هما يبحثوا معنا عن دوافع هذه الجريمة خاصة أن هي جريمة ارتكبها مجموعة من الشباب زوجة في التلاتينيات من عمرها زوج أيضا في نفس العمر استعانت الزوجة بصديق لها أن هو يتخلص من جزهة الدوافع مش معروفة تعالوا بنا نعرف تفاصيل الجريمة دية التي حدثت منذ ساعات قليلة في قلب دولة الأردن الشقيق لكن قبلها شير ولايك للفيديو دا وكم منتك الجميل أنا أحمد عبدالعادي وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم اتنين من الشباب اتجوزوا عايشوا في سعادة عايشوا في تبات ونبات لكن ما خلفوش طبعا الجريمة دية حصلت في مدينة الرمثة بمحافظة إربد بالأردن فجأوا بنا مقدمات الزوجة استعانت بصديق ليها عشان يقتل جزها طبعا عملوا الجريمة دية وارتكبوها وحاولوا أن هما يثبتوا أن الجريمة حدثت كانتحار من قبل الزوج المغلوب على أمره الزوجة دية قررت تتخلص من جزها مش قادرة تقوم بالجريمة لوحديها اتفقت مع صديق ليها بعد الظهر وصل الشقة اللي هو الصديق صديق الزوجة بعد ما سابت باب الشقة مفتوح دخل القاتل الشقة طبعا الكلام ده مثلما نشرت وسائل الإعلام الأردنية دخل القاتل الشقة كان معاه مسدس كاتم للصوت توجه للمجنة عليه وهو نايم أطلق رصاصة على رأس المجنة عليه بعد ارتكاب الجريمة أخذ الجاني والزوجة بترتيب الغرفة والسرير للإحاء بأن الزوج امتحر وكل هدوء وثبات قاموا بوضع بصمات أيدي للزوج على زناد المسدس للتحايل على التحقيق بأنه هو انتحر الزوجة بعد ما الصديق خرج عملت أن هي فتحت باب الشقة فتلاقيت زوجها انتحر رأعت بالصوت الحياني رجال الأمن خلال دقائق كانوا في قلب الشقة بدأت التحقيقات على قدم وساق فريق المختبر الجنائي اكتشفوا بصمة أخذوها من محل اتعرض للسرقة متطبقة مع بصمة غريبة واجدوها في الشقة في بصمات غريبة في قلب الشقة لأن طبعا ما فيش جريمة مكتملة الشاب اللي هو القاتل وهو بتحرك أكد على المسدس فقط لا غير أن هو يمسح البصمات عنه ما خدش ما كانش واخد باله من أن بصماته اتوزعت في مناطق مختلفة من قلب الشقة الأجهزة المختصة مسحت كل البصمات الموجودة في الشقة اتلاقوا بصمات غريبة أخذوا البصمات دي بدأوا يطبقوها مع اللصوص والقتلة السابقين استغربوا أن البصمات دي كانت متطبقة مع بصمة واجدوها في محل اتعرض للسرقة قال له إيه اللي جاب الألعجن بالبحر لمؤخذة يعني ده واحد سارق طبعا هو البصمات بتاعته كانت موجودة في محل المحل ده تسرق وهو اللي سرق المحل إيه اللي جاب هذا السارق ليه الشقة دي لا والشقة دي ايه حدثت فيها جريمة القتل المذكورة سابقا بدأت الشكوك حوالين الزوجة بدأ الأمن يحصرها ويدغط عليها في نفس التوقيت اللي بدأوا فيه البحث عن صاحب البصمة الغريبة فعلا توصلوا للقاتل وتم موجهته باعترافات الزوجة اللي انهارت واعترفت بكل حاجة بدأ يضغطوا على الزوجة ايه اللي حصل مين اللي دخل انت بناءنا على أي أساس ده مش عملية انتحار فيه بصمات غريبة انهارت الزوجة اعترفت وجابه صاحب البصمات الغريبة وجهوه اعترف فعلا بجريمة القتل بتاعته في النهاية أسند مدعي عامل جنايات الكبرى تهمة القتل العمد للقاتل وتقرر توقيفه المدة 15 يوم قبله للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل بعد اعترافه بارتكابه الجريمة وتم توجيه تهمة التدخل في القتل لزوجة المجني عليه وتم اتخاذ قرار بتوقيفها أيضا لنفس المدة في مركز إصلاح وتأهيل خاص بالسيدات ايه اللي حصل تفتكروا حضراتكم ايه سبب الجريمة دي الزوجة اتفقت مع صديق سببت بالدليل القطع انه هو واحد حرامي وكان سارق محلة قبل كده اتفقت معاه انه هو يجي يقتل جزها انا من وجهة نظري بالشكل ده ثبت بالدليل القطع انه هو سارق يعني بلطاجي يعني التل قتلة يبقى معنى ذلك ده بينفي ان الزوجة ليها صديق وان ده مش صديق للزوجة ده واحد بلطاجي اتأجرته في سبيل التخلص من جزها طب السؤال اللي بترح نفسه شباب في مقتبل العمر الجاني والمجنة عليه والزوجة اللي هي الجانية ايضا التلاتة في مقتبل العمر سنهم لا يتجاوز التلاتين سنة تخيلوا حضراتكم انه هما يقوموا بالجريمة دي تخيلوا زوجة سلاسينية يعني شابة جدا تتفق مع بلطاجي عشان تتخلص من زوجها يعني ايه البشاعة دي ايه القسوة دي شباب في مقتبل العمر لسه تحول الى مجموعة من القتلة خبر اسود طب ازاي الجيل ده بدأ يتخرج منه مجرمين بهذه الشاكلة ليه؟ يريد حضراتكم تتشرقوا معايا في الاجابة او في البحث عن اجابة رقم واحد انتو هنا قدام مجموعة من التلين القتلة ومرتكب الجرائم باحترافية تتفي مع بلطاجي يدخل الشقة معه مسدس كتم للصوت يقتل الزوج ثم ينظفوا كل حاجة ويرتبوا الدنيا بشكل غير عادي ويمسكوا المجنة عليه المسدس ويخلوا الجريمة كأنها انتحار عشان يدخلوا اللابس والشكوك في ذهن الاجهزة الامنية والمحققين المختصين الشباب ده وصل لمرحلة البلطاجة والقتل وارتكاب الجرائم لطريقة بشعة جدا طيب الزوجة لاتخلصت من زوجها؟ ليه ما طلبتش الطلاق؟ برضو ليه؟ يبقى رقم واحد مطلوب البحث عن اجابة الاسئلة دي ليه الشباب اللي في مقتبل العمر تحول الى مجموعة من البلطاجية بهذه الشاكيلة خاصة وان احنا ذكرنا عدد من الجرائم المماثلة خلال حلقات سابقة حضراتكم هتلاقوها في قناة مصر ليه الزوجة تخلصت من زوجها بهذه الشاكيلة؟ هل يطرى ليها؟ أو في علاقة حب جماعتها مع اخر؟ فقد طلبت الطلاق وبالتالي بتهيل الهدف ده مستبعد هل الزوجة طمعانة في الفلوس بتاعة زوجها؟ يعني زوجها ممكن يكون غني وبالتالي قررت تتخلص منه وهي على زمته عشان تورسه؟ ديت احد المبررات الاخرى لكن اعتقد ان بشاعة الجريمة بتخلينا نشك في كل المبررات ديت وفي كل الاحوال منتظر الاجابة من حضراتكم الزوجة سهلت دخول القاتل الجريمة مروعة في الاردن وضع بصمات المخدور اللي هو المجنع عليه على الزناد والمسدس حتى يحول الجريمة من قتل عمد الى انتحار طبعا الجريمة بشعة جدا يا جماعة والمصيبة ان اللي مرتكبها مجموعة من الشباب الواحد فعلا بدأ يتحسس مشاعره احاسيسه وبدأ فعلا يقلق على مستقبل هذا الجيل ثورة تكنولوجيا المعلومات بدأ التخرج افكار صادمة جدا في قلب المجتمعات العربية النتيجة اتلاقينا مجموعة من الشباب المتخبط في الهوية بتاعته انا عازر هؤلاء الشباب لانه هم جيل بلا قدوة الاباء والامهات مش واخدين بالهم من الخطر اللي بيهدد اولادنا ربنا يسطرها وفي انتظار الاجابات بتاعة قدرتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة